للمزيد ينضم إلينا من لندن رئيس مركز دراسات الاقتصادية دكتور صادق الركابي أهلا بك دكتور صادق إلى أي مدى برأيك يمكن أن يتضرر الاقتصاد البريطاني إذا ما جاءت هذه الانتخابات بحكومة لا تستطيع حسم ملف الخروج؟ نعم تحية لكم بالفعل ملف الانتخابات اليوم يشكل أمر حاسم بالنسبة للاقتصاد البريطاني خاصة وأن الكثير من المستثمرين اليوم ينتظر ماذا سوف تقول لي هذه الانتخابات هل سوف تقول إلى حكومة المحافظين الذين سوف يمضون باتفاق بوريس جونسون للخروج حتى لو بدون اتفاق أم أنهم سوف يمضون مع جيرمي كوربين الذي سوف يتفاوض مرة أخرى مع الاتحاد الأوروبي وسوف يعمل عملية استفتاء وهذا يطول أمره وبالتالي يشكل زيادة في حالة عدم اليقين لذلك اليوم الكل ينتظر وعلى الرغم من أن الجنيه الاسترديني ارتفع بفعل بعض التوقعات لفوز حزب المحافظين لكننا ما نزال في حالة من القلق والغموض وما نزال ننتظر نتيجة يوم الانتخابات لنعرف أي وجهة سوف نتوجه فيها كاقتصاديين وما هو شكل العلاقة التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لأن على أساس هذه العلاقة التجارية تتوضح الكثير من الأمور المتعلقة بالأخص بسوق المال وفي تعامل المصارف مع الاتحاد الأوروبي برأيك هل بالفعل يخشى أرباب العمل في بريطانيا من فوز حزب العمال المعارض؟ بالفعل هم يخشون ذلك لأن خطة حزب العمال المتفائلة جدا برأيي والذي هي لا تنطبق مع الواقع الاقتصادي لأنها سوف تكون ممولة من عاملين عامل الأول هو الضرائب على الشركات التي تساهم نسبة كبيرة منها في دعم الاقتصاد البريطاني والعامل الآخر هو الاقتراض الكبير يعني برقم 55 مليار جنيه استرليني لمدة لغاية العام 2020 سنويا هذا الرقم هذا سوف يحمل اقتصاد أعباء كبيرة وسوف يدي إلى انسحاب العديد من الشركات على الرغم من أنه سوف يدفع بالكثير من العمال والوظائف للانتاجية أكثر لكن أصحاب رؤوس الأموال سوف يكونون قلقين وأعتقد أنه سوف تكون هناك عمليات بيع للجنيه الاسترليني لذلك لا نتوقع أن هناك تحسن في قيمة الجنيه في حال فوز العمال على الأقل في الثلاثة الشهر الأولى وهي نفس الفترة التي وضعها جريمي كوربين بالنسبة لبرنامجه المتفائل أشكرك جزيلا من لندن رئيس مركز دراسات الاقتصادية الدكتور صادق الركابي